حدود اللبنانية السورية تطورات ميدانية حيث بدأ الجيش اللبناني بالتقدم برا من محور جرود عرسال باتجاه جرود رأس بعلبك التقدم جاء بعد قصف عنيف بالمدفعية تمهيدا للتقدم صوب ثلاث تلال كانت تحت سيطرة داعش واستعادتها في حين فدت مصادر عسكرية أن الجيش اللبناني أرسلت تعزيزات إضافية إلى المنطقة وكثف من قصفه المدفعي والصاروخي بعد جولة تفقدية أجراها قائد الجيش جوزيف عون للوحدات العسكرية في جرود رأس بعلبك شمال شرقي البلاد